بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو إن شاء الله بدي أحاول أغطي بعض المشين ترانسليشن تولز بمعنى أنه راح أحكي على بعض الأدوات اللي ما احنا ممكن نستخدمها في ترجمة الألية كذلك عن بعض البيانات اللي احنا ممكن نستخدمها في بناء المشين ترانسليشن سيستم بخصوص الأدوات. خلينا نبدأ بخصوص الأدوات زي ما شرحنا المحاضرة الماضية شرحنا عن التaratات الكاتحان والذول عليهium ترانسليشن بخصوص الصديم من مみたい هذا الويب ساية من أهم المصادر للمحاضرة في الحقيقة في هذا السايت في يعني العديد من المصادر عن كل ورش العمل اللي تم عقدها على هذا باستخدام يعني هذا الاسلوب في الترجمة الالية طبعا هنا راح تلاقي الصوفتوير الصوفتوير في برامج متنوعة البرامج هذه منها انه زي الجيزة بلس بلس هي عبارة عن ت drawn training tool البح hatte من اسم 1 ل 5 SO Schw recognizes lsu موزز كان عبار عان complete statistical machine translation باقي مستخدم لغاية الان يعني لو التصفحته راح توجد انه في يعني اخر نسخة الي وفرجين مصدرها في أكتوبر 2017 تمام وفي يعني تقريبا في هو اكتب بالنسبة للتويتس الموجودة وفي كيفية استخدامه وكيف أنه يعني أنه أنا أبني يعني بالنسبة للتوتوريال فريز بيست توتوريال سينتاكس بيست فاكتور فاكتور توتوريال فهذه كلها المصادر للموز كستاتيستيكال ماشين ترانسليشن سيستم في كذلك بعض التولز اللي ممكن أنه هي نصنفها تحت الفريز بيست أو السينتاكس ما تكون مخصصة للسينتاكس بيست ومنها أنه هي كتول كت متكاملة ومنها ك ديكودرز فأنا هذي هي المكان بشكل عام يعني أنه ممكن أن نستخدمه في الماشين ترانسليشن في كذلك السكريبت أعتقد أنه مكتوب بالبير لحساب البلو وكذلك في سكريبت كذلك موجود بلغة البيتون لحساب البلو في الماشين ترانسليشن الجيزة بلس بلس انه تستخدم كذلك في الانلايمنت فعشان هيك هذي كلها يعني كدكودر او كتولكيت متكاملة او حتى انه استخدامها بعض الطول في الانلايمنت طبعا هي بتعمل الانلايمنت بدان على الاستاتيستيكالي بناء على الكوربوس هذا الجزئية المتعلقة بالسوفتوير و هنا انا في عندي الجزئية المتعلقة بالكوربورا البراليل كوربورا في الكوربوس موجودة في ال ldc the linguistic data consortium feel canadian اعتقد انه هي عبارة عن البرلمان الكندي لانه اعتقد انه هي تكتب بلغتين بالانجليزية والفرنسية في اليوروبال هي عبارة عن كوربوس للغات الاوروبية لاغرهم من المصادر هذه اللي احنا ممكن انه احنا نلاقي فيها بارلل كوربوس كذلك من ضمن الاشياء اللي انا ممكن انه اكون انا مهتم فيها اللي هي الانلاين افاليواشن هذا بتعطيني بشكل عام state of the art scores للمشين ترانسلشن خليني افتحها فهي عبارة عن ماتريكس لاليواشنال بلو سكور طبعا هذه النيو تيست 2020 طبعا هي معمولة بين الانجليزي والسربيان لو رحنا على سبيل المثال 2019 او 2018 انا اخترت حددت ففيه العديد من اللغات زي اللغة التشيكية الألمانية تلاحظ بلاحظ انه يعني كلها هي متمحورة حول الانجليزي يعني على سبيل المثال هذا هذا المربع 34.9 هو عبارة عن البرو سكور بين الانجليزية والروسية هايو هايلايتد بهذا الشكل تمام فلما انضغط عليه بيبدأ انه هو يعطيني تفاصيل اكتر عن السامبل اوتبوت بهذا السيستم انا عندي متريكس تانية بس زي ما ذكرت انه هي عبارة عن يعني المتريك الواسعة الانجليزية هي البلو كيست كيست انه هو بميز بين الكابيتل والسمال لترس طبعا هذه اليورو ماتريكس هي تعطيني الماتريكس تبع الستاتيستيكال ماشين ترانسليشن طبعا احنا كما ذكرنا انه البلو سكور كلما كان اقرب للواحد او كلما كان اقرب للمية بيكون افضل بيكون بيرفكت ترانسليشن وكلما كان اقل بيكون انه في اشكالية في الترانسليشن تلاحظوا انه يعني اعلى سيستم هو بين الانجليزية والالمانية ممكن نستعرض بعض الشغلات مثلا من 2014 تقريبا هنا بس في اختلاف في اللغات يعني نوعا ما على اي حال يعني هذه اليورو ماتريكس بتديني يعني بتديني انطباع انه شو الستاتيكال ماشين ترانسليشن بناء على يعني 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 حالة بناء على يعني شو الميثود اللي استخدموها في الستاتيكال ماشين ترانسليشن وكديش اللي 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 هما جبوا اه هذا بخصوص ال ال المتريكس اوكي في كذلك من ضمن الاشياء اللي هي الوركشوب هذي اللي تم عقدها في او يعني في سنوات مختلفة صلسلة ووركشوب وورد ماشين ترانسليشن ووركشوب يعني على سبيل المثال ممكن نشوف تبعت الالفين و طلبة عش في الاسلينك طماقتها في صوفيا في بلغاريا تمام وفيها العديد من الانجوجز هذه هي الانجوج اللي هو ترانسليشن تاسك انه هم بترحوها انجليش جيرمان جيرمان انجليش انجليش فرنش فرنش انجليش انجليش and so on على ما اعتقد او على ما اذكر كانت في احداها انه كانت فيها الديتا ست للغة العربية بس ما بذكر اي سانة بالضبط ممكن اذا انا ذكرت صحيحة كانت 2009 لا 2010 اعتقد انه واحدة كانت من سلسلة الوركشوب هذه لل كان فيها لغة العربية على اي حال يعني ممكن انه انت تتصفحها وتشوف اي واحدة كانت فيهم. أوكي. هذا بخصوص الـ Statistical Machine Translation في هذا الويب سايت فعليا هو من أكثر المصادر اللي فعلا مفيدة في الـ Statistical Machine Translation. أوكي. الآن في عنا فريمورك تاني للمشين ترانسليشن اسمها Open Neural Machine Translation بيستخدم الـ Neural Network للمشين ترانسليشن OpenNMT.NET طبعا بطبيعة الحال بيستخدم الـ Neural Network وزي ما تشايفين انه هنا هنا عندي Deep Learning Framework أشهرهم اللي هو البيتورش البيتورش هو عبارة عن Deep Learning Tool تم تطويرها من قبل Facebook والـ TensorFlow هو عبارة عن Deep Learning Framework تم تطويره من قبل Google هم هذول الأكثر انتشارا كـ Deep Learning Framework مستخدمات فعليا كل واحدة فيها فيها documentation وفيها pre-trained models يعني على سبيل المثال في الـ TensorFlow بدي أشوف كيف بدي أستخدمها بروح لـ documentation بشكل مباشر كيف أعملها installation كيف أعمل configuration لـ model والـ parameter والـ data وكل هاي الأمور وكيف أبدأ عملية الـ training الـ inference اللي هو بدي أعمل decode يعني بدي أعمل يعني ترجمة على أي حال يعني لو أنت كنت مهتم أنت تبني machine translation system ممكن تكون من أحد المكتبات ممكن أنه تساعدك بشكل كتير كبير يعني طبعا هذه المكتبة open source مفتوحة المصدر تساعدك بشكل كبير لبناء machine translation system بخصوص الـ pre-trained models ممكن نستعرض بعضها الموديل الموجود حاليا هو فقط للألمانية والإنجليزية تمام وموجود منه نسختين نسخة الـ data set 2014 و الـ news test 2017 طبعا بـ blue score مختلف بينما لو استعرضنا الـ pre-trained models الموجودة في في شغلتين فيه لـ translation وفي عندي لـ summarization لأنه summarization زي ما ذكرنا ممكن نحن نعتبرها أنه هي machine translation problem لأنه أنا عندي source هو عبارة full article والtarget هو عبارة عن summary فبخصوص الـ translation فيه انجليزي ألماني تمام وبخصوص يعني هنا واضح جدا أنه هذا الـ blue score طبعا هنا هنا download للـ weights بطبيعة الحال الـ blue score 28 و 26 لكن إذا استخدمنا الطبقتين لـ bi الـ bi وصل الـ score 30 33 طبعا على dataset مختلفة ما بقدر أنه أنا أقارنه بهذه dataset لأنه لا مختلف الـ dataset ما بقدر أنه أقول أنه والله هذا الموديل أفضل من هذا إلا إذا كانت نفس الـ dataset و ساعتها بقدر أنه أنا أقارن الـ score في كذلك بالإضافة للـ translation والـ summarization في كذلك مستخدم كـ dialog system بخصوص summarization في models للإنجليزي وفي model للشينيزي والـ dialog في شيء عندي غير موديل واحد والـ data هي من الـ open subtitle هنحكي عن الـ data بعد شوية إن شاء الله أوكي هذا هو المصدر الثاني يعني برضو كذلك أنه موجود على الـ GitHub كما الـ BY PyTorch TF TensorFlow فهذه كل الـ projects الموجودة تابعة على الـ Open Machine Translation وهو عبار عن إيكو سيستم للـ Neural Machine Translation system الطول الثانية اللي هو TensorFlow بحد ذاته والـ TensorFlow بحد ذاته بدون ما يكون فيها عندي مكتبة مثل الـ Open Machine Translation ممكن أستخدمه بشكل مباشر فأنا عندي هنا لـ Neural Machine Translation with TensorFlow بالأحرى لـ Neural Machine Translation with Attention وأنا حطيت لكم الرابط للوصفة ممكن تطلعوا عليها بشكل مباشر هذه الوصفة لـ Neural Machine Translation بتستخدم Attention Model هذه الوصفة للـ Dataset في هذا المصدر سأتحدث عنه إنجليزي أسباني تمام فأعمل هنا Download للـ Dataset هذا المصدر تبعها فيها العديد من Language Bears ومن ضمنها العربي تمام فيها حوالي 11,580 sentence طبعا هذه الـ Dataset تبعها أنه هي Tab Delimited Bilingual sentence pair بالتالي أنا عندي الجملة بالـ Source Language Tab الجملة بالـ Target Language فعشان هيك أنه طريقة الـ Processing هنا أنا بعملهم Separation حسب بالـ Tab طبعا هنا في Processing للـ Sentence هذه الشغلة كثير مهمة جدا يعني هنا هذه الوصفة كثير رائعة وكثير ممتازة لو أنت حابب أنه أنت تبني Machine Translation System ممكن أنه أنت تمشي عليها بالتفصيل وتقرأها بالتفصيل يعني على سبيل المثال He is a boy أوكي الآن أنا عندي هنا النقطة هذه في الـ Machine Translation من أكثر الـ Pre-Processing الشائع أنه هذه النقطة أنه أنا أفصلها يعني أحط هنا يعني الفرق بين هذه أنه أنا عندي النقطة ملتصقة بالـ Boy أما هذه أنه النقطة في بناءة Home Space طبعا هذا يؤدي لأنه يصير في عندي Reduce للـ Vocabulary بشكل كبير بشكل كبير لأنه وخاصة أنه أنت بدك تعمل يعني تأخذ بعين لاعتبار علامات الاستفهام ده عادة تكون ملتصقة بالكلمة بتكون أنه لو بدك تعمل على أساس هذا بيؤدي أنه على سبيل المثال أنه خليني أضرب لك مثال هنا يعني على سبيل المثال How are you هنا تكون ملتصقة بعلامة استفهام تمام You are Good فبالتالي ال-U هذه مع علامة استفهام مختلفة عن هذه لو بدك تعمل تكون ملتصقة على أساس فعشان هيك يفضل أنه أعمل سبيل هنا فبالتالي بيصير ماتش للكلمة هذي مع الكلمة هذي هذا هو القصد من هذي يعني يعني شرح مبسط لهذه الشغلات طبعا فيه preprocessing ثاني اللي هو نبدأ حوله الـ lowercase وإلى آخر من الشغلات هذي فممكن أنه أنه تقرأ الـ الـ preprocessing هذا وتشوف كيف أنه تم التعامل معها طبعا هنا ببدأ بحط الـ start لبداية الجملة تمام ونهايتها طبعا هنا بـ space يعني زي ما أنت شايف أوكي فبالتالي أنه شكل الجملة بطلع بهذا الشكل start may I borrow this book علامة الاستفهام هي مش ملتصقة بالبوك وهنا الـ end وهذه بالأسبانية أوكي طبعا إلى آخره يعني هنا بستخدم الـ attention model هذا هو الـ attention vector انت بتاخد آخر state انت عندك من الـ encoder وبتروح بتدخل الـ encoder يعني هذا هو الـ context vector تمام أو الـ attention vector طبعا هنا في نهاية الموديل هنا ببني الـ encoder لحال هذا الـ attention عملك كلاس في الـ Python وهنا الـ decoder وهنا يفترض أنه فوق الـ encoder هذه الـ encoder فكل واحد فكل واحد انه عمله كلاس وهنا هنا عندي configuration كيف انه عمل training تمام training step معرفها ك function هذا الـ e-books بتساوي 10 وهنا بدأ يعمل loop على الـ e-books ويعمل train واحدة واحدة وبعدها انه هو مستخدمه هنا في الـ decode هاي يبادي ترجم بجول على سبيل المثال انه هاي عمل function helper function اسمه translate لترانسليت هاي معرفها ك function تاخد sentence وبترجع لترانسليشن تبعي فهاي اللي ترانسليت مثلا لـ هاي فالـ input هذه هي الجملة وبعدها والاجبية دعا هو برحة عمل matrix كثير عنه انه هاي الجملة متأكد منها طبعا هذا اللون بيأكد كثير عنه الترجمة بطريقه ما هاي ترجمة ثانية ترجمة الثالثة مش محسوب لبلو سكور اوكي هنا بقترح انه انت تجرب على different data set فعشان هيك لانا بقترحه عليك انه انت بس مجرد انه انت تاخد هذه ال data set الانجليزي العربي وتعدل شوية في pre processing بحيث انه يتناسب مع اللغة العربية تمام لانه لاللغة العربية مختلفة شوية يعني نوعا ما من ناحية كوما وعلامة الاستفهام يعني اشياء مثل هيك وي ادخل في الوصفة هادي عملية حساب البلو سكور وثاعتها انت بتقدر زي ما ذكر لك انه 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 انت تجرب more ebox او انه انه انت تضيف طبقات زيادة على الموديل تبعك فهذا فهذا انت بتقدرش انه انه انت تقارن هذا الشغل الا اذا انت فعلا كنت حاسب ال blue score فانا بعتبره انه exercise كتير مهم انه انه انت تسوي لو حابب انه انت تدخل في هذا المجال مجال machine transition هادي الوصفة كتير ممتازة وكتير رائعة والشرح تبعها كتير واضح فهي اللينك برضو كذلك انه هو موجود عندك بخصوص الparallel data في عنا العديد من المصدر طبعا اول مصدر انا حطيت لك اياه وهو نفسه هذا المصدر اللي هو tab limited bilingual sentences هو نفس اللينك تمام هتلاقي في العديد من language pairs في ممكن انت تلاقي برضو كذلك في دايالكت على فكرة دايالكت هذه يعني انه تم اضافتها حديثا فيها يعني مية وخمسة وخمسين جملة لها جزائرية مقابل انجليزي اوكي فهذا اكتر اكتر مصدر لل يعني من احد المصادر اللي ممكن يكون مفيد بالنسبة لك لو انت بدك تشتغل على المشين ترانسليشن في عنا مصدر تاني اللي هو تتويبة تتويبة فعليا هو عبارة عن collection لمجموعة من الجملوي لترانسليشن تبعها والميزة تبعته انه هذا البروجيكت هو collaborative open و free حتى ممكن انه يكون انه addictive او ارجيلك هذا البروجيكت اوكي هو فعليا انت هتوجد يعني هذه الصفحة الرئيسية خليني اختار اللغة العربية فانت ممكن تعمل تصفح حسب اللغة فحتلاقي انه الجمل هادي اللي يعني اكتر اعفا اللغات الاكتر اللي فيها اكتر جمل هذه هي الانجليزية الروسية التركية الالمانية القبلية الاخرية من هذه اللغات وهنا show or language هنا مقسمها لفئات اللي هنا اكتر من مئة الف sentence اكتر من عشر تلاف اكتر من الف اكتر من مئة اكتر من عشرة وهكذا اوكي فتقريبا اللغة العربية موجودة. اعتقد انه هي موجودة هنا في اكتر من عشر تلاف اوكي خليني ابحث عنها موجودة هنا اكثر من 10.000 جملة فهليا لو احنا فتحناها هذه اللغة فحتلقي كل الجمل اللي باللغة العربية حان الآن الاوان لتعلم اللغة الالمانية لو انا ضغطت على information هنا فحيجيب ليها وحيجيب ليها بكل الترجمات طبعا هنا لغاية انه انا عندي هاي لغة 2 3 4 5 بالاضافة لخمس ترجمات اضافية طبعا هنا مقسمهم لفئتين ترجمات وهنا ترجمات لترجمات لانه بما انه هي اصلا aligned على sentence level ممكن ان احنا نجيب هاي الشغلة طبعا هنا الالمانية الاوكرانية انازغية انجليزية اسبرانتو الى بقية اللغات اوكي طبعا الميز في الموضوع هنا انه بما انه هي collaborative هتلاقي انه العديد من اللغات زي مثلا الامازيغية انه هتلاقي فيها parallel corpus هنا لو انت مهتم انه انت تبني machine transition system كذلك الملفت للنظر اللغة العثمانية العثمانية قبل يعني مختلفة عن التركية الحديثة ممكن ان احنا نشوف بعض الاختلافات يعني على سبيل المثال انه هاي الجملة هذه الجملة هما كانت اللغة التركية او العثمانية انا بستخدمه الاربك سكريبت او الاربك الفابت فعليا الاربك سكريبت فعليا لو شفنا الترجمة باللغة اسكدين هنا اسكدين تمام فهي ممكن بديش احكي انه هي transliteration في فرق بين translation والtransliteration transliteration يعني انه استخدام الاحرف اللاتينية في الكتابة لكن في بعض الكلمات انه يعني في العثمانية يعني تم استبدالها بمفردات في اللغة التركية الحديثة طبعا هاي الجملة معناها لو احنا بنا نشوف الترجمة تبعتها انه كان هناك احترام لاحد يستطيع ان يفرض ايمانه على احد هنا يفرض في انت عندك اكراه اكراه يعني قريبة جدا للغة العربية لكن ربما انه تم استبدالها بيعني هذه المفردة في اللغة التركية الحديثة يعني اللي انا بدي اخصده انه حتى اللغات ممكن انه انت في هذا البروجيك التتويبه انه انت توجد العديد من الريسورس هو فعليا يعني هذا يعني انا على ما اذكر انه اول مرة ومرة عليها كان في الالفين والالفين واطماش وفعليا هذا البروجيك التنقائم وهي موجود لغاية الان وانت ممكن على فكرة انه انت تعمل كلابوريشن لهذا البروجيك التنقائم طبعا هذه الديتا سيت انه يعني انت لو مهتم في بناء المشين ترانسليشن ما لك الا تتويبه وهنا في ميزة كتير ممتازة انه انت ممكن انه انت تدور على كلمة معينة ويجيب لك اياها في اللغات الاخرى كيف انه هي موجودة اوكي هذا بخصوص تتويبه الان ممكن انه احنا ننتقل للمصدر اللي هو ال Open Parallel Corpus هذا احد المصادر الكتير مهمة هذا تتويبه انه كمصدر انه هو عبارة عن جمل والجمل هادي تم بناءها بشكل كلابوريتف لكن ال Open Parallel Corpus هورجيكم المصادر هو من وين بجمعه فعليا فعلى سبيل المثال لو اخترنا هذا The Open Parallel Corpus هذا السايت فعليا السايت هذا Active وموجود له فترة من سنوات عديدة جدا جدا لو اخترنا مثلا على سبيل المثال العربي في لهجات بالمناسبة هاي السوري موجود فممكن نختار انا مش عارف ايش ال Language Call اعتقد انه هادي ال Arab ال AR مقابل على سبيل المثال خلينا نختار ازربيجاني خلينا نختار بلغاري على سبيل المثال خلينا نشوف ففعليا هذه المصادر ال Open Subtitle ال Open Subtitle يعني مش عارف اذا السايت هذا مر عليكم سابقا هو عبارة عن ويب سايت لل ل ل لل Subtitles تبعت الافلام ففعليا انت لو محتم ان انت بدك تشوف فيلم معين و الفيلم هذا بدك انه بدك انه بدك انه انه انت تجيب Subtitles او الترجمة تبعته فبالتالي انه هتلاقي هتلاقيها انه احتمال كبير انه انت تلاقيها هنا فهادي كلها هدا اسم الفيلم تمت نايت سكاي سنة الفين وعشرين والترجمة طبعا الترجمة هذي برضو كولابوريتف معنى ذلك انه في كتير من المتطوعين بياخد Subtitles الانجليزية وبروحوا انه بترجمة طبعا القولاتي تبعت الترانسليشن هدا موضوع بما انه بتم الترجمة من خلال موضوع القولاتي انه انه وانه و لكن انه بيضل يعني بيضل انه هي عبارة عن resource انا ممكن انه اعتمد عليها فانت ممكن انه انت تدور على اسم الفيلم هنا بشكل مباشر تمام وتعمل تحميل لل لل Subtitles تبعت الفيلم بهذا الشكل اوكي فالمصادر هي Open Subtitles زي ما احنا شفنا فيها انا عندي الويكي ماتريكس في هنا عندي تيد 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 توكس طبعا التيد توكس برضو بتيجي مع Subtitles وفي متبرعين بيقوموا بترجمة هاي السبتايتلز لاحظوا هنا انه انا في عندي عدد الدوكيومنت وهنا عدد السنتنس ان انا ادي تقريبا حوالي خمسة وعشرين مليون سنتنس هنا عندي هذه عبارة عن One Document وفيها حوالي اربعمائة الف جملة التيد اه واحد وعشرين او الفين ومية وثلاثة وخمسين فيها حوالي متين الف جملة الان اللي انا اللي انا بلاحظه انه تقريبا انه هو مستخدم شغلات من الويكيبيديا وشغلات هاي الجينوم والكيدي اي هذي عبارة عن اه 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 واجهات لا وحنا برضه الوبونتو خلينا نحكي مع الوبونتو تحديدا انه هاي الشغلات كلها هي عبارة عن عن انترفيس أو graphical user interface بالإضافة ل لأوبريتنج سيستم للينيكس وهي بتكون انه كأوبن سورس برويكت انه فيه دوكومنتيشن والدوكومنتيشن هذا بيتم ترجمته لعدة لغات وهذه الترجمات انه بيتم تجميعها بهذا الشكل فانت ممكن تختار لو انت انت تختار انه انت لأي لغة انه انت ممكن توجد المصادر هاي لأي لغة انت بدك ايها كذلك هنا بيلفت للنظر انه فيه تتويبة بس هنا الاصدار تسعة تسعة احدعش الفين وعشرين لانه هذا الكلام انه هما بيسووه بشكل دوري انه بيعمل بلد جديدة للريسورس هاي فتتويبة هو فعلا بيكون ماخدها من الويب سايت اللي احنا شفناه قبل شوية فباختصار اللي بيلاحظوا انه في The Open Parallel Corpus انه هو بيجمع Parallel Corpus من عدة مصادر ايش هي هاي المصادر الOpen Subtitles الويكيبيديا الوبونتو الوبونتو التد توكس التتويبة ويروح ببني هاي القربص هنا انا ممكن اشوف سامبل معينة تمام او ممكن انه اعمل download الdownload لدي تتاست هاي انه انا اضغط عليها تمام وعملها download طبعا هنا download كlanguage bear انا بدي انه العربي مقابل مثلا البلغاري فهي اعمل click عليها انه هذا كملف مضغوط زي ما هو واضح في اللينك اللي ظاهر في اسفل البراوزر تحت على اليمين واضح انه هذا عبارة عن ملف مضغوط انه كxml ويه هنا هناك 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 وطريقة انه اعمل مع مع ال هذا اوكي يعني هدا هذا السايت انه بيعتبر من احد المصادر المهمة في المشين ترانسليشن وممكن انه انتم تعتبدنه عليه بشكل كتير كبير اوكي اخر هيك احنا بنكون خلصنا انه المصادر تبع الparallel text لانه من غير الparallel text لا ساستطيع ابني ماشين ترانسليشن سيستم فيه عندي ويب سايت بيعرض موديلز مع ديتا مع بعض الموقع كتير صعاد اسمه الهاجينج فايسز هذا لو فتحته فعليا ممكن اعمله star على الgethub موجود هو على الgethub فهنا انا ممكن اعمل سيرش لموديل او ديتا سيت او يوزر معين لانه اذا انا ممكن اعمل فولول اليوزر انا بعرف انه هو بعمل كنتروبيوت لموديلز او ديتا سيت بشكل كتير كبير فلو كتبنا على سبيل المثال انه اي شغلة لها علاقة بال العربي عربي عربي ففعليا انا في عندي هذا اليوزر في عندي بيرت بيس عربي وهذا عبارة عن برضو بيرت انجليزي وعربي هذا بيرت مني نفس المستخدم عربي عربي NER هذا واضح من التثمية احنا خلينا ممكن نفتح بعض اللينكس هذي ملتي دايلكت بيرت عربي فهذا عبارة عن بيرت موديل لعدة لهجات باللغة العربية في هذا الجي بي تي هذا عبارة عن ترانسفورميشن موديل للعربي في نشوف تواحد له علاقة بالترانسليشن ترانسليشن ترانسليشن إم م اوكي على اي تحال يعني احنا ممكن هذا يعني فهذا هذا للنيمد انتتي فهنا حطه كديمه انه اسمه سامي واسكن في القدس في فلسطين فبطلع لي نامد انتيتي كموديل جاهز بريتريند الموديل عماله بحمل اوكي فهنا اسمي والقدس وفي هذه كلها بروح بطلع انه شو اللابل تباحة هذه لابل 12 لابل 0 لابل 1 يفترض انه هاي هنا في الديكومنتيشن انه لابل 14 وبتعني لابل 12 وبتعني تمام ديجيسن اوطبوت start الend وهنا كديش لسكور هاي اللابل لابل 12 هو عبار عن او لابل 4 هو عبار عن لوكيشن وفعلا زي هيك لابل 4 هو عبار عن لوكيشن تمام وهذا برضو لابل 4 عبار عن لوكيشن تمام هذا النابيت انا كنت بده ادور على شغلة اله علاقة بالماشين ترانسليشن ها اعتقد انه مشين ترانسليشن او نيورال مشين ترانسليشن ترانسليشن ممكن نكتبها بشكل مباشر او ممكن ان ندور هنا على الورابيك الان شعرف وين وجدتها فعليا او ممكن ان ندور على الموديل او ممكن ان ندور مرة هنا لا يوجد طلع نتائج اكتر اعتقد ان لا هو اوكي او كان ندور على موديلز اللي هنا قبل ترانس ترانسليشن هنا تي فايف وينتود ترانسليشن سبانيش تو بورتوكيز فهذا عبارة عن بريتريند موديل للأسباني بورتغالي اوكي مستخدمة تي فايف فهذا كذلك يعني جزء من المصادر اللي انا يعني هنا بحدد انه اذا كان بايتورش او ديتا سيت وعربي تركي اعتقد انه كان كنت بتذكر انه في الشغلة هذا ماشين ترانسليشن عربي تركي اي ار ام تي او بنسبتاية العلم اعتقد خلينا نفتح للتأكيد هلسنكي انالبي فهو عبارة هليني اعتهو هنا السورس ارابيك السورس جروب ارابيك تارجت لانجوج ارابيك تمام هنا اي ار تي او ار هنا مستخدم لترانسفورمر موديل وهي الديتا سيت اللي هي اعتقد اللي هو الاوب الاوبوس اسم الاوبوس اسم محمد و انا سكون في برلين هذا المصدر ممتاز بخصوص المشين ترانسلاشن كمودلز و كديتا سيت ممكن استخدام زي ما شفنا هنا التاجز و احدد ان انا بدي شغلة يعني حدد 2 language pairs تمام و او ممكن احدد انه بدي شغلة بديها تكون بتنصرف لو او بدي انه حسب الطاسك classification question answering translation فممكن نحط انه هذه انه filters بتروح بتفلتر للغات والطاسك لنا او بدي ايهم فهذا السايت كتير منتاز لهذا الغرض اخر شغلة بدي اطرق لها هو state of the art او انه انه انت تطلع باستمرار على ال NLP progress في هذا المجال في هذا المستودع هذا المستودع على ال github اللي هو ال NLP progress بتم تحديثه باستمرار طبعا التحديث يعني اخر تحديث هنا كان في 15 نوفمبر اوكي وهذا هو السايت هنا table of content وهنا هذه الطاسك تبعه ال natural language processing كلها و مقسمة للغات اوكي فهنا العنجل由 فهنا انه инغليش شو فيها ستجي انه انth no Haus in the guitar فممكن تفتحها من هنا او انه 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 انت تروح على الججهب مباشرة تمام وتتطلع على هذا الكلام على الulating مباشرة الرابط اللي انا اعطيت لك هي هذا اللي هو هاي اللي هو الانجليش machine translation لو انت عندك في المستودع في الاساس هنا لو انت فتحت هتلاقي انت عندك هنا اللغة الانجليزية بدك تشوف موضوع machine translation بفتح لك نفس الصفحة machine translation اوكي ففعليا اللي اعطي لك هي انه هنا مستخدم لترانسفورمر big زائد bt هنا understanding back translation at scale هذا عبار عن ال paper او source تمام في هاي البلو سكور انه البلو سكور خمسة وثلاثين ثلاثة وثلاثين فهو مرتبهم بهذا الشكل طبعا هذه هادي على الديتا سيت اللي هو الورد machine translation 2014 2014 هادي مش سنة اصدار الورقة او الموديل لانه الورقة او الموديل هاي السنوات تبعتها 2020 2018 2019 هادي الديتا سيت هادي 2014 بين الانجليزي والالماني تمام في هادي انجليزي فرنسي فانت بتشوف انه ايش افضل الموديل في الفرنسي اللي حابب ان اوهله انه هنا انه على سبيل المثال انه هادي هادي الورقة انه very deep transformer for the neural machine translation 2020 وحقق 30.1 هادي الورقة نفسها بالفرنسي حققت 43 هذا المؤلف حفوا حقق 43.8 وهنا هاي الورقة انه difficulty of training transformers اللي احابب ان اوهله انه على سبيل المثال انه الموديل المستخدم هنا transformers في منهم مستخدم PERT على ما اعتقد في هادي لا مش مستخدمين PERT هنا لا مش مستخدمين اوكي اللي حابب ان اوهله هي الديب الديب ال فعليا الديب ال فعليا الديب ال فعليا الديب ال فعليا يقدم ترجمة وفيه pricing models فانت ممكن انه تشوف انه انه انت في عندك Limited character and volumes تمام فااااااااا بالمناسبة ممكن تترجم من هado للغات اوكي تمام او ممكن انه تعمل dragён ضرب Log x او powerpoint او اى شغلة انت بدك اياها اروح ترجم لك اياها هنا اللي حابب انوهله هذا ترامسليتور بدأت تقريباً في 2014 و 2015 من خمس سنوات وأنه يعتقد أنه يكون أكثر دقة من جوجل بها آخر أنه يعتقد أنها أكثر دقة من جوجل ممكن أن تنزل على فكرة بالمناسبة كدسكتوب أبليكيشن للويندوز تماماً وفي منه تطبيقات على الموبايل عشان هيك أنت بتلاقي أنه أنه هنا أنه المصدر هو العبار عن Press Release لهذه مش أنه ورقة علمية لأنه شو الموديلز اللي بيستخدموا مش يعني أكيد يعني مش مش موضح مش موضح شو الموديل اللي بيستخدموا طبعاً هنا بيتفخر بأنه صحيفة ليمون دي الفرنسي يعني هي بتستخدموا في الترانسليشن وهذه الصحيفة الألمانية كذلك أنه هي بتستخدموا بالترانسليشن تمام؟ فبيحكي أنه هو بيتفوق على يعني هذه الصحيفة تمام؟ بتحكي أنه هو بيتفوق على جوجل ترانسليشن و مايكروسوفت بنك ترانسليشن هذا بس أنا حبيت أنه وهي لإلوه أنه محسوب لبلو سكور لإلوه طبعاً أنه بالنسبة للإنجليزي الفرنسي هو على top 45.9 هي أفضل نتيجة لغاية الآن هذا بالنسبة للغة الإنجليزية يعني إنجليزي مع ألماني بالإضافة لإنجليزي مع فرنسي لو حابب تشوف لغات تانية فممكن أنه هنا في الانالبي بروغرس وتروح تختار مثلاً فيتناميز تشوف الماشين ترانسليشن الهندي للشينيز هذه اللغات المتوفرة فتلاقي أنه أكتر ريسورسز أنت عندك هنا على الإنجليزي الهدف من هذه الشغلة في الانالبي يعني بروغرس أنه أنت فعلاً أنه تكيب up to date أنه إيش الموديل المستخدمة في الماشين ترانسليشن بحيث أنه إنت لو حبيت أنه إنت تشتغل في هذا الموضوع أو تعمل ريسورش في هذا الموضوع تشوف إيش الموديل اللي بتم استخدام يعني هنا الترانسفورمر بيج تم ذكره كموديل هنا أكتر من مرة تمام؟ فبالتالي أنه حري بك أن تقرأ هذه الورقة وتطلع على هذه التقنية التقنية هذا ما أردت الوصول إليه هيك أنا تقريباً بكون غطيت جزئية الأدوات وجزئية البرالل ديتا وبعط المصادر للماشين ترانسليشن بشكل أعتقد أنه ممكن أنه يدي لك بعض الخيوط اللي ممكن تبدأ فيها ونشوفكم إن شاء الله في درس جديد ترجمة نانسي قنقر